نزوح أو القتل خيران ليس بينهما إلا مر وأمر مليون شخص اضطروا لترك منزله في الجنوب اللبناني وأكثر من عشرين بلدة مهددة بالإخلاء أو النسفة هكذا تعربد إسرائيل في جنوب لبنان بعد أن بدأت قواتها عملية اجتياح بري عسكرية في الجنوب اللبنانية بدعوى القضاء على حزب الله وقدراته لتجنب تكرار هجوم مشابه لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي وذلك في عملية تزعم تل أبيب أنها ضقيقة محدودة ولكن هل تعني المعنى الحرفي للكلمة أو المفهوم الإسرائيلي لها أنها محدودة بحدود رغبتهم لتحقيق أهدافهم كسابقاتها في غزة ولبنان نفسها عام 2006 حين وصلت إلى بيروت بل مثل هذه العملية وبعيدا عن كونها تخلف كل القوانين الدولية وتتعدى على سيادة دولة حرة مستقلة وتنسف قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلاة إلا أنها فتحت كثيرا من التساؤلات عن مصير لبنان وعن مدى العملية ومدتها والهدف منها خاصة بعد أن فقد حزب الله غالبية حكاله القيادية وعلى رأسهم الأمين العام للحزب نفسه حسن نصر الله وبنية الاتصالات المخترقة وكثير من عناصره والمواليين من الحاضنة الاجتماعية إما قتيلا أو مصابا في تفجيرات البيجر والاستهدفات المختلفة تلك العملية تختلف كذلك عن معركة اكتياح غزتها فالطبيعة هنا جبلية وهناك سهلية وهنا قرى مهجرة وهناك مدن محتشدة بالسكان وهنا جبال وهناك أنفاق كما أن تجربة الاحتلال السابقة في 12 من يوليو لعام 2006 والتي لم تترك للإسرائيليين ذكرى جيدة بعد اضطرارهم للانسحاب قد يعمل جيش الاحتلال على محوي هذه الذاكرة بانتصار أكبر وعلى كل حال سواء كان الاجتياح كبيرا أو محدودا فإن السؤال يبقى مطروحا ماذا تريد إسرائيل حقا من هذه العملية ومتى توقف غزوها وهل ستنسحب إلى داخل الحدود مرة أخرى أم ستحتل مزيدا من الأراضي ضمن خططها التوسعية